عندنا كوبايتين من الدقيقة هنحتاج ده طبعا مقادير الكيك كوبايتين من الدقيقة هنحتاج لهم كوباية كوباية حليب إلا 3 معالقة نص كوباية من الزيت نص كوباية من السكر الناعم معلقة كبيرة من الباكينج بودر يعني باكت الـ 16 جرام معلقة كبيرة من الكاكاو الخام رشة ملح 3 بيضات والبيض يكون بيض كبير لو هو البيض الأحمر أو البيض الأبيض معلقة صغيرة من الفانيليا دي كده مقادير الكيك أما التورطية بتاعتنا هنسقي طبقاتها بإيه؟ هنسقيها بكباية حليب عليهم معلقتين كبار من الكاكاو المحلق الكاكاو اللي هو فيه سكر اللي بنشربه أو بنسقيه للولاد والكريمة هنحتاج لها كباية كريم شونتيخم كباية بودر كريمة لباني وكمان كباية سكر بودر وكبايتين ونصف حليب متلج لازم يكون سائع جدا عشان يربط معانا الكريمة كويس قوي نحشي الكيك إيه بقى؟ ممكن نحشي بندق مجروش ممكن سوداني ممكن من غير حشوة خالص هنكتفي بالكريمة بس زي ما انتوا عايزين أما تزيين الوش هنحتاج له كباية من الشوكولاتة الخام الدارك مبشورة 3-4 كباية عندنا كمان معلقتين كبار من الحليب معلقتين كبار من الزيت وكباية كريز ده علشان نعمل صاص كده نحطه على وش الكيكا تمام؟ تعالوا بينا يلا احنا ممكن نشيل كل الده وناخد بس كباية شوكولاتة خام مبشورة وكمان كريز وخلاص على كده مش محتاجين حاجة تاني تعالوا بينا بقى علشان نشوف هنعمل ايه بداية الكيكا بتاعتنا لا محتاجين لها ولا فرن ولا خلاط ولا كمان مضرب ولا اي حاجة خالص تعالوا هنعملها بكل سهولة وفي خمس دقائق بالضبط هناخد بقى ايه عندنا زي ما قولنا مقدير الكيك قدامنا اهيه هناخد البيض ومعاه الفانيليا طبعا حطينا بيض يبقى على طول الفانيليا معاه نبتدي نضربهم كده مع بعض هضيف السكر ويفضل بقى تكون حبيبات السكر تكون نعمة جدا جدا هضرب كده لغاية ما حاس بقى ان السكر خلاص داد احط الطاصة بتاعتي تسخن كمان وقادي الحليب ونكمل ضرب هنا اهم حاجة في الموضوع ان السكر معايا يدوب تماما وقادي الزيت عندي زرة ملح اغضفها يعني على طرف المعلقة بس ملح مش اكتر من كده هكمل خفق وانما الاقي ان السكر داب تماما ودي اهم حاجة في الموضوع هبتدي احط الدقيق احط الباكنج بودر واحط كمان الكاكاو فهنا بقى اهم حاجة في الموضوع ايه ان انا مخليش فيه اي تكتلات لدقيقة يعني اا هقل بكل المكونات مع بعض لغاية ما تدقيق يبقى ندقيق خلاص مفيش منه قثر مفيش اي تكتلات والدنيا زي الفل اهو ده خليط الكيك زي الفل كيكة عملت بدون اي جهاز كهو بقي خلصناه وعملناها خلاص فتعالوا بينا بقى نشوف هنسويها كمان ازاي هنحتاج طاصة مقاس 24 المقاس ده مزبوط جدا انا بس ملقيتش عندي 24 ف 26 متاحة بس في البيت الطاصة مقاس 24 هتطلع معاكي يعني حياة كده 10 على 10 حطاها على النار والاهم من كده ان النار تكون هادية النار متكونش عالية هاخد حوالي معلقة من الزيت احطها بسم الله الرحمن الرحيم وبتدي اوزعها بالفرشة تمام بالشكل ده اول ما حس بقى ان هي خلاص تخنت فهبتدي اخد من الخليط اللي احنا عملناه مغرفة كده مليانة وحطها وابتدي افردها هنا الطاصة بتاعتنا ضروري ضروري لازم يكون ليها غطة والغطة ده يبقى غطة بايركس وفيه السقب اللي بيطلع معانا ايه البخار الزيادة خلاص زبطت كده الكيك زي ما انتم شايفين في الطاصة الدنيا تمام ادي الغطة و ادي الخرم اللي بقولكو عليه اهو تمام ده هيطلع معايا البخار الزيادة عشان ما يخليش الكيكاية تعرق ويتلزق ويبقى فيها كده بخار مية والدنيا تبقى مش لطيفة فخلينا كده سايبين الكيك على نار متوسطة علشان يستوي على ما يستوي تعالوا نعمل مع بعض الكريمة تعالوا بينا بقى نحط كل مكونات الكريمة هنا عندي كوباية من الكريم شنطية الخام كوباية من الكريمة اللباني البودر وكوباية من السكر البودر احنا هنحتاج المضرب بقى المضرب بقى لازم عشان الكريمة ما ينفعش كريمة من غير مضرب فاحنا مضطرين للمضرب هنا الكيك زي ما انا شايفين كده مش عارفة بينا معانا ولا لا بس بدأت خلاص تنفش وتعلى فهنسبها ما نفتحش عليها خالص خالص لمدة خمس دقيق ما تفتحيش عليها تماما سيبيها علشان تاخد راحتها في التسوية مش خمس دقيق قوي يعني حوالي اربع دقيق كده بقى مكملين بنعمل الكيك وعايزة اوريكو الكيك اللي في التاصة اخبارها ايه خلي دايما معاكي منديل كده لما تيجي تفتحي الغطاء عشان لو في مية زي ما نشايفين كده البخار المية موجود فهبتدي اشيل بالراحة كده وامسحه سريعا وارجع ارجعه تاني ما شاء الله الكيك بقتهشة الرابط تستوي لسه مستويتش فنغطي عليها ونسيبها تاني هنا بقى هبتدي اعمل اللبن اللي هنسقي بيه الكيك خير اللبن اللي هنسقي بيه الكيك عشان نخلي الكيك كده متشرب وطعمه حلو لذيذ هنحط على اللبن ده كاكاو بسم الله الرحمن الرحيم عشان كده قلنا هنحط عليه كاكاو محلة كأننا عاملين مشروب كاكاو هنشربه بس بارد تمام اهو بالشكل ده اشغلته كده تمام جدا نجهزنا اللبن اللي هنشرب بيه الكيك هنا عندنا كوباية من الكريم شونتي كوباية من الكريمة اللباني البودر وكوباية من السكر البودر وتعالوا بيهنا بقى ناخدهم كده علشان نبتدي نخفقهم مع بعض وايدي اللبن المتالج وكل ما اللبن كان متالج اكتر كل ما النتيجة هتبقى اروعة عندي كوبايتين ونص مش هحطهم كله هضرب وبعدين هبتدي يزود واحدة واحدة موسيقى اشتركوا في القناة انا عايزة بس اروح للكيك كده ضروري بسم الله كده خلاص تمام زي الفلي الكيك استود هشيله بقى سلت كده الحروف بسيكه الكيكاية تنزل معاك على طول على ورقة زبدة علشان تبقى ما تلزقش نحطاش على طبق مثلا طبقها تلزق عليها على طول لازم ورقة زبدة عشان نعرف نخرجها تاني منه عملنا طبقة كيك تعالوا نعمل واحدة كمان وقبل ما نعملها لازم نحط زي ما قلتلك معلقة من الزيت نوزعها ده يسهل عليكي ايه بقى؟ مش هتحتاجي انك تعملي كيكا على بعضها وتهبط وتيجي تقطعيها متعرفش تقطعيها ترانشات قد بعض علشان تعرفي تثبطيها فما فيش اسهل من كده عايزاكو بس تركزوا معاك كده في قوام الكيك بصو ابتدي اوزع الخليط وزي ما اتفقنا على النار كده ايه؟ متوسطة تهدي النار ضروري ونغطي زي ما قلتلك بغطى كده فيه فتحة ونسيب بقى الكيك بتاعتنا تستوي احنا كونا بنضرب الكريمة هنكمل بسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كبايت الحليب اللي فضل احنا حطينا قلنا المقادير كبايتين منص من الحليب فانا حطيت كبايتين وشفت الدنيا معايا لقيت ان القوام ده اللي انا عايزة بالزبط بصو قوام تقيل مايخليش بقى الكيكة معاكي بتفك كده ومش سابتة بصو الكريمة سابتة زي ما بتقعش هو ده اللي احنا عايزينه ده القوام الامثل علشان تعملي كيك مزبوط هبتدي افضي بقى المدرب وتعالي بينا بقى ايه نكمل كيك بتاعتنا ما شاء الله عالية وزي الفل وبتستوي والدنيا تمام على نار هادية متغطية ضروري جدا ومش بنقلبها طيب خلاص كده الكريمة جاهزة الحليب اللي هنسقسق به الكيكة جاهز طيب هنسق الكيكة ازاي شوكة وابتدي اعمل كده فيها ايه فتحات الفتحات دي هتساعد اللبن انه يدخل جوه الكيك ويشربها اظن ولا اسهل والكيكة على فكرة هشة جدا جدا سقسقنا الكيكة بالحليب اللي بكاكاو طيب تدي بقى فين البندق المجروش ولا ما عندناش عندنا بندق ايه جماعة ببنش سامعيكم ولا انتم سامعين لي خالص فين اوه تحت ماشي زي الفل بندق بقى يكون كده ايه متحمص وميشيل القشرة اللي عليه طبقة كريمة حاول نسويها شايفين الكريمة قد ايه تقيلة ولزيزة طعموها بقى حلوة اوه خاصة ان احنا حطينا عليها كريمة لباني بودر فبتديها كده طعم غني ولزيز وبتدي احط كده رشة من البندق دي اختياري طبعا لو متاح ولقي نظر على الكيكة ما شاء الله دقيقة ونشيل دقيقة ونشيل على طول دي طبقة تانية من الكيك بتدي احطها وزبطها وبعدين بالشوكة ونخرمها عشان نسأسأها بالحليب اللي في كاكاو محلة شلت طبقة بعد ما استود حط طبقة تانية ووزعها زي ما قلتلك الصنية او الطاسة مقاس 24 مظبوطة جدا لان دي اكبر شوية فعشان تطلع معي اربع طبقات مظبوطين لازم الطاسة تكون مقاس 24 ضروري نحاول كده ايه نفردها كويس ونزبطها ونغطي والنور هادية ونخليها تكمل تسوية واحلا بنكمل الكيك بتاعتنا او التورتة بقى بنعملها وايه دي كريمة ودي البندق طبعا يفضل ان الكيك تتساب ترتاح وتبرد تماما عشان تقدري تتعامل معاها هتعلمنا خطي كده ونسكنها كده عشان ايه طبقات تلزق في بعض وبالشوكة زي ما اتفقنا فتحات كده بسيطة ونسقي ونقسها لتورتة ممكن تتعامل سهلة وبسيطة ولذيذة ونتجتها كأنك عاملة تورتة في الفرن عادي جدا او الكيكاة في الفرن عادي جدا الموضوع بسيط قوي لو ما عندكش فرن او ما بيزبطش معاكل كيك فهتزبطيه ويبقى زي الفل موضوع بسيطة بسيطة موضوع بسيطة معاكي ما تسحش. خليها متماسكة زي ما هي. اخر طبقة. حط بقى شوية البندق. وبعد كده اخر طبقة من الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كده. وابتدي. ادوس عليها عشان الطبقات كلها بقى ايه? تتماسك في بعض. عايز اقول لكم الكيك هاش جدا جدا ما شاء الله. خلاص كده زبطناها كيكة معمولة من اربع طبقات. هبتدي اخد من اخر واحدة دي مش هسقيها وهبتدي. احط بقى الكريمة على الوش. والجوانب. عايز اني بص بص على الكيك. تمام جدا. تمام جدا جدا. ايه دي? اظن مفيش اسهل من كده. عملناها مع بعض تحفة. ما شاء الله. بصوا الكيك. انا دي بقى هسيبها علشان افتح حالكم من جوه. تشوفوا الكيك قد ايه هشة جدا جدا. وزا ما نشوفتو كده سهلة وبسيطة وما اخدتش ولا وقت ولا مجهود. هنجلس الكيك بتاعتنا بقى بالكريمة. وبعدين مدخلها التلاجة علشان تبرد تماما قبل ما نبدأ ان احنا نكمل التزيم بتاعها. لازم تبرد وتتماسك. هزبطها بقى. وبعد ما الترطاية بتتحط بقى في التلاجة بعد ما جلسناها بالكريمة وحطناها في التلاجة تشد كويس. عشان تبقى متماسكة. تعالوا بينا بقى نشوف هنزينها ازاي. عندنا شوكولاتة آآ مبشورة. شوكولاتة خام مبشورة. هبتدي بقى ان انا احط بقى هالوش. زي ما نشايفيك كده انا احطها تحتيها ورقة زبدة بحيس ان لما شوكولاتة تقع مني. استخدمها تاني. ولمها بسهولة من على الورق. ده كده هيكون اسهل تزيم ممكن تعمليه. بسيط ولذيذ ببقى طعم وحلو طبعا من شوكولاتة الخام بتبقى حلو قوي. موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى المترجم للقناة وباقي الشوكولاتة هيبقى على الوش بالشكل ده زي الفل هي كده بقت عشر على العشرة خلصنا خلاص هي تقفلت بالشوكولاتة من بره لو في حتة كده الكريمة باينة فيها برضو مفيش مشكلة هي اصلا يعني حتى الكريمة الحتة اللي باينة شكلها لطيف جدا اخر حاجة ممكن نعملها ايه في الكيكة ان انا اعمل آآ وردات كده من الكريمة بسم الله حتة دي محتاجة شوية ضلها زي الفل ناخد بقى وردات كريمة الاسبوع اللي فيت زي ما اتفقنا كان في حد كده اتصل بنا ناسية بس الاسم كانت عايزة كيكة او ترتد شوكولاتة سهلة وسريعة فاعتقد ولا اسهل ولا اسرع من كده كريزة بقى على الويش بس كده اعتقد ولا اسهل من كده هنضف بس الستاند بتاعنا علشان نقدم التورتاية كده خلاص بتنسوش ان احنا قلنا فيه هنا ورقة زبدة محتوطة عشان اقدر قلم الشوكولاتة بعد ما بنخلص ونرجع نستخدمها تاني سواء بتسيحها ان احنا ندخلها في صوص او حاجة او لو ما قسنا هنا شوية شوكولاتة ممكن ناخدهم كيك اللي احنا كنا عاملينها مع بعض كيكة كانت قد ايه سهلة وبسيطة جدا ومعمولة بالمضرب اليدوي ومستوية في الطاصة يعني لا محتاجين مضرب كهربا ولا خلاط ولا محتاجين فرن فتعالوا بينا نفتحها كده ونشوفها مع بعض اولا الكيك بصوا هشة جدا تسوياتها حلوة قوي ايه دي من ناحية دي الظهر بتاعها ومن ناحية دي ولو جيت فتحتها ممكن بسكينة افضل بصوا بقى الكيك مفرغ ازاي مش عارفة هتبان معانا ولا ايه بصوا بصوا الكيك هشة ازاي مفرغة جدا وطرية لا بجد بجد خطيرة يعني بجد لازم تجربوها دي تورطايا اسهل تورطايا ممكن تعمليها في الدنيا سهلة وبسيطة وشيك ورقيقة وكل حاجة يارب تكون عجبتكم اشتركوا في القناة